معي هنا كوبية من المياه الدافئة معلقة كبيرة من الخميره معلقة كبيرة من السكر معلقة كبيرة من الحليب البودر ممكن لو اضعنا حليب بدل المياه السخنه نستغنى عن الحليب البودر ولكن الحليب البودر بيدي طعم حلو قوي معي هنا بداية هقلب كل مكونات دي كويس جدا عشان السكر يضوب معي دلوقتي هنزل بثلاث كبيات من الدقيق عليهم معلقة صغيرة من البيكنج بودر المكون الاساسي اللي معي هنا بكت من الكريم كراميل هو ده طعم العجينة بتاعتنا النهاردة وكمان سرها رشة صغيرة كده من الملح هحاول ألم العجينة كلها بس دلوقتي بقى هالمها بيدي لميت الزقيق والمواد السيلة نوعا ما كده لسه مكملتش طبعا ولكن حسن هي من الزقة حبيتين فهزود شوية من الزقيق معلقة بمعلقة لحد العجينة ما تتكون معي هتاخد تقريبا ثلاث كبيات ونص من الزقيق وطبعا على حسب نوع الزقيق اللي عندي دلوقتي بقى هحط معلقة كبيرة مليانة من الزبدة الطرية بدرجة حرارة المطبخ وهرجع أعجن تاني لحد ما الزبدة تدخل جوه كل العجين وبكده العجينة بتاعتنا بقت جاهزة معينا فيش قطرة والأنعم والأحلى من كده عاز اقول لكم راحتها كريم كرمل جدا دلوقتي بقى هغطيها واسبها في مكان دافي تتخمر العجينة بتاعتنا بقت جاهزة معينا بالشكل الجميل ده سبتها تقريبا ساعة لربع تتخمر براحتها دلوقتي هقسم العجينة بتاعتي نصين بالتساوي بالشكل ده كده هسيب النص على جنب النص التاني فردته هرش عليه شوية من الكاكاو وارجع ألم الكاكاو في العجين لحد ما يبقى العجين عندي كله والكاكاو اختلط ببعضه كويس جدا دلوقتي تحسي ان العجينة مربل بالشكل ده كده اه حلو جدا اللون ده لو عايزينها كلها طبعا لون واحد هنكمل دمج بس انا عايزاها كده تكون اه الشكل ده معي هقسمها تلات اجزاء بالشكل ده كده طبعا تساويين واسبها على جنب اه ترتاح شوية عشان انا طبعا طلعت الهواء اللي فيها دلوقتي العجينة البيضة هي كمان هقسمها على اه تلاتة بالشكل ده كده واكورهم واحاول اخليهم قد بعض العجينة قد ايه حلوة وطرية ونعمة جدا وراحة الكريم كرم بجد واضح جدا فيها دلوقتي اول واحدة في العجينة البيضة هحاول افردها بالشكل ده كده طبعا هعملها دايرة على قد ما قدر مش عايزاها اه سميكة قوي ولا رفيعة قوي اعملت اول واحدة سيبها على جنب بالشكل ده هرجع بقى اعمل واحدة من الماربل هفردها طبعا نفس حجم البيضة او السادة دلوقتي البيضة والبنية هحطوهم على بعض بالشكل ده كده هحاول بس اخلي المقاس واحد هفردهم بس بالشكل ده دلوقتي هقطعهم شريح رفيعة هسيب طبعا جزء من فوق متماسك وحاول اخلي الشريح كلها مقاس واحد تقريبا واحد سانتي او مقدار عقل الطبع دلوقتي بقى همسك اول شريحة معايا بالشكل ده كده ولفها هتعمل معايا زجزاج بالشكل اللي احنا شايفينه ده بالشكل ده كده هحاول بس اجيبها من فوق الزجزاج ولف كده وساعد بايد تانية مفيش اي مشكلة خالص بالشكل ده وسبتها لحد ما اخلص كل الشريح اللي معايا بالشكل اللي انتو شايفينه ده كده دلوقتي لفت كل الشريح بتاعتي بالشكل ده كده من فوق بقى هاتني عليها طبعا لو حابين تحشوها مفيش مشكلة بس عايز اقولكم اصلا طعم العجينة حلوة جدا جدا من غير اي حشو هلف بالشكل ده كده دلوقتي بقى هحط الفطيرة بتاعتي او الدفيرة او اي ان كان هتسموها ايه في صنية مدهونة زبدة دلوقتي بقى هحطها فلصانية بالشكل ده كده وارجع اكمل باقي الكمية وكده الدفيرة بتاعتنا بقت جهزة معانا هسيبها طبعا تتخمر مرة تانية هغطيها وحطها في مكان ديفي تتخمر دلوقتي بعد ما الدفيرة بتاعتنا تخمرت معانا بالشكل الجميل اللي انتو شايفينه ده دلوقتي بقى هسقيها بمعلقة من الحليب وعليها معلقة من السكر يقم معلقة من اللبن البودر وهيكون ده احلى لان انا عاملة كده والقام بتاعها تقيل وحلو ومعلقة من السكر ومعلقتين من المياه دلوقتي بقى هحطها في الفرن على درجة حرارة 220 هتا ااخد تقريبا نص ساعة او ساعة لربع بالكتير ودلوقتي الدفيرة بتاعتنا بقت جهزة معانا شايفين شكلها تحف قد ايه الشكل حاجة والطعم بقى بجد حاجة تانية خالص الكريم كرام اللي احنا حطناه بديها طعم حلو قوي بالشكل ده كده شايفين بقى الهشاشة والحلاوة والطعامة بجد حلوة جدا 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 شايفين يارب وصفة النهاردة تكون عجبتكم واللي يجرب الوصفة وتعجبه يالي تسيب لي رأيه في كومنت والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة